لم تكتفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحزمة العقوبات السابقة التي فرضتها على روسيا وحلفائها بل أعلنت مؤخرا جولة جديدة من قيود التصدير ضد موسكو ومينسيك وأضافت 120 كيانا جديدا معظمها شركات لها صلاة بالجيش إلى قائمة الجهات الممنوعة فعليا من الحصول على التكنولوجيا الحيوية رئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي عد أن هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا تحقق نجاحا مشددا على ضرورة الزيادة من وطيرتها ويرى مراقبون أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لن تجبر روسيا على التراجع عن خطواتها تجاه أوكرانيا خصوصا أنها تتمتع بعناصر قوة مهمة ولديها موارد طاقة ضخمة يحتاج إليها الغرب وخصوصا أوروبا وأنها تنتج غذاء يكفيها إذا دعت الضرورة في المقابل فندى مسؤولون أمريكيون ذلك وأكدوا أن الاقتصاد الروسي محاصر بسبب العقوبات الغربية وأن روسيا في طريقها لتصبح اقتصادا مغلقا خصوصا أن روسيا واحدة من أقل البلدان تجهزا في العالم للعمل في اقتصاد مغلق لأنها تعتمد كثيرا على صادراتها من المواد الخام ويراقب العالم تأثير العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضها الغرب على روسيا منذ بدء الحرب على الأراضي الأوكرانية الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مدى قدرة هذه العقوبات على التأثير في النظام الروسي ودفعه إلى التراجع عن مواقفه تجه أوكرانيا في النظام الروسي